تابع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي عددا من ملفات عمل وزارة السياحة والآثار وخلال الاجتماع أكد مدبولي الأهمية الكبيرة لقطاع السياحة الذي تم وضعه ضمن أجندة الحكومة بهدف تعظيم جودة المنتج السياحي المصري وتشجيع الاستثمارات وجذبها للمشروعات السياحية لا سيما في ضوء ما تمتلكه مصر من مقاومات سياحية فريدة كما شهد الاجتماع استعراض استراتيجية وزارة السياحة والآثار لتطوير المنتج السياحي بالقاهرة وتطرق الاجتماع أيضا إلى متابعة موقف التشغيل التجريبي للمتحف المصري الكبير تمهيدا لفتتاحه